اشتركوا في القناة الى مدينة بن ملال وكذلك الى مدن فاس مكناس والرباط والدار البيضاء الاكيد ان العملية متواصلة وتتم وفق ظروف جيدة جدا حيث يتم استقبال عدد من المهاجرين الذين دخلوا الى مدينة سبت المحتلة وفق من قبل السلطات المحلية في ظروف انسانية جيدة العملية متواصلة الى حدود الساعة وهي العملية التي ستتواصل الهدوء يعود مجددا الى المعبر الحدودي بفعل تدخل السلطات المحلية لجهة طنجة طوان الحسيمة حملة تمشيت واسعة لنقل عشرات المهاجرين المغاربة قامت بها السلطات المحلية بالفندق تحت اشراف والجهة طنجة طوان الحسيمة وعامل عمالة المضيق الفندق بمشاركة فعالة لمصالح الامن الوطني ومصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية الحملة التي انطلقت مساء امسن الاربعاء واستمرت ليلا ثم خلالها تنقيل المهاجرين عبر ازيد من 30 حافلة وفرتها مصالح ولاية الجهة نحو عدد من المدن المغربية التي قدم منها هؤلاء في مسعى منهم للعبور نحو المدينة السليبة سبتا وقد جرت العمل وسط ظروف انسانية متميزة لقت استحسان العديد من المهاجرين وبينهم عائدون طواعيطا من المدينة السليبة بعد ان قضوا ساعات وسط معاناة شديدة فرضتها ظروف الايواء وظروفا قاسية عاشها بين ضروب المدينة المحتلة